ما زالت محادثات السلام في الكويت بين فرقاء اليمن تترنح بين التعليق والعودة لا سيما بعد أن دع المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد أطرف نزاع للعودة إلى طاولة المفاوضات مجددا تأكيده بأن الحوار السلمي هو الطريق الوحيد لحل الأزمة وبعد أن علقت الحكومة اليمنية أيضا مشاركتها في هذه المحادثات المباشرة مع جماعة أنصار الله الحوثيين متهمة إياهم بخرق اتفاق وقف إطلاق النار على خلفية سيطرتهم على قاعدة عسكرية في محافظة عمران شمال اليمن عضو وفد الحكومة ورئيس الهيئة الاستشارية للوفد عبدالله العليمي الذي شن هجوما على الحوثيين والأمم المتحدة بسبب استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في الحادي عشر من الشهر الجاري شدد أيضا على أن المشاورات التي لا تنجزوا اتفاق وقف إطلاق النار وفك الحصار لا تعد جادة على الإطلاق على حد تعبيره وأوضح العليمي بأن المشاورات التي لا تستطيع بأي طريقة وقف قصف المدنيين ونسف المنازل وفتح ممرات آمنة تعد غير مجدية ولا فائدة منها مشيرا إلى أنه لليوم الثاني على التوالي بعد إعلان استئناف الحوار لم يشهد أي مشاورات حتى الآن في المقابل طالب الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام بتطبيق مبدأ التوافق مع الطرف الآخر والمنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن التي تنص على استئناف العملية السياسية بما فيها المسائل المتعلقة بالحكم داعيا إلى الحوار مع السعودية بوصفها صاحبة القرار على حد تعبيره وقال عبد السلام إن وفد الحكومة يطالب بما أسمها برؤية غير قابلة للحل ولا تتضمن مطلبا واحدا من مطالب الشعب موضحا في الوقت نفسه أنهم سيذهبون إلى التفاوض مع من يمتلق القرار العسكري ترجمة نانسي قنقر